وبالتالي فإن كل مقطع مستوي من هذه الكرة يحدد لنا إما قرص أو دائرة تصبح هذه الكرة وكأنها مجموعة من الدوائر أو الأقراص لها نفس المركز لكنها تختلف في الشعاع يبدأ الشعاع في التزايد كلما انتقلنا نحو منتصف الكرة ويبدأ بالتناقص كلما انتقلنا نحو الأسفل أو انتقلنا نحو الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس لمستوى الثالث القرص والكرة والدائرة الأهداف أولا تعرف الكرة والقرص والدائرة وإدراك خاصياتها ثانيا إنشاء الدائرة والقرص بمعرفة المركز والشعاع فلنبدأ على بركة الله بتذكيل متعلمين بالأشكال هندسية والأشكال هندسية نوعان أشكال هندسية توجد على السطح وهناك أشكال هندسية عبارة عن أجسام في الفضاء الأشكال هندسية التي توجد على السطح أشكال المسطحة وأيضا نسميها بالأشكال المستوية من بين هذه الأشكال نجد المتلت، المربع، المستطيل، القرص، والدائرة أما الأشكال هندسية التي تأخذ حيزا في الفضاء تسمى المجسمات هناك نوعان من المجسمات، مجسمات غير قابلة للتضحرج وهي قابلة للإنزلاق، ومجسمات قابلة للتضحرج من بين المجسمات الغير قابلة للتضحرج نجد متوازي المستطيلات، وهو قابل للإنزلاق، وأيضا نجد المكعب، هو جسم تلاتي الأبعاد يأخذ حيزا في الفضاء قابل للإنزلاق، وأيضا الهرم هو من المجسمات الغير قابلة للتضحرج وقابلة للإنزلاق ما سبب إنزلاق هذه المجسمات؟ السبب هو أن جميع وجوه هذه المجسمات مسطحة، الشيء الذي يسمح لها بالإنزلاق ولا يسمح لها بالتضحرج من بين المجسمات القابلة للتضحرج نجد الأسطوانة، المخروطي أيضا يتضحرج، ثم الكرة ما سبب تضحرج هذه المجسمات؟ السبب هو احتواؤها على وجه منحني، يعني غير مسطح أيضا المخروطي يحتوي على وجه منحني، الكرة تحتوي على وجه منحني سوف نتطرق إن شاء الله إلى تفاصيل هذه الأشكال الهندسية في درس المجسمات في هذا الدرس سوف نقتصر على الكرة والدائرة والقرص إذن كما نراه أن القرص والدائرة هي أشكال هندسية مسطحة أو مستوية والكرة هي جسم يأخذ حيث في الفضاء أو هو مجسم إذن ما هي خاصيات هذه الأشكال الهندسية؟ وما هي العلاقة التي تربط الدائرة بالقرص وتربط الدائرة والقرص بالكرة؟ هذا ما سوف نرى في هذا الدرس فلنبدأ على بركة الله ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها خاصيات الدائرة والقرص والعلاقة فيما بينهما وقف أحمد تابتاً على نقطة O وطلب من زميله أيمن أن يبعد عنه بمسافة 2 متر ويحدد موقعه بنقطة A ثم طلب من باقي زملائه الوقوف بعيداً عنه بنفس المسافة مع تحديد موقع كل واحد بنقطة ماذا كون أحمد مع زملائه؟ أولاً سوف نقوم بتنتيل وضعية يمكننا أيضاً أن نمثلها في ساحة المدرسة إذا لدينا أحمد وقف على نقطة تابتة تسمى O وطلب من زميله أيمن أن يبعد عنه بمسافة 2 متر ويعلم على موقعه بنقطة تسمى A ثم طلب من باقي زملائه الوقوف بعيداً عنه بنفس المسافة يعني 2 متر سوف نحاول أن نأخذ هذا القياس بالبركار ولا نغير في فتحة البركار يعني لا نغير في هذه المسافة ونحدد مكان تموقع الزملاء أو أصدقاء أحمد واحد تلو الآخر مثلاً هنا وقف علي هنا وقفت سلوى وهكذا إذا يتم تحديد تموقع باقي المتعلمين واحد تلو الآخر نحدد موقع كل واحد مثلاً بنقطة مثلاً هنا نقطة B E F G H E G K L M N O P Q الآن يمكننا أن نجيب ماذا كون أحمد مع زملائه نلاحظ أنهم كونوا دائرة إذن عندما نصل بين كل نقطة وأخرى لنكون أو لنتمم هذه الدائرة نستنتج أن مثلاً بين النقطة A والنقطة B هناك مجموعة من النقطة الأخرى أيضاً بين النقطة B والنقطة E هناك مجموعة من النقطة بين E و F هناك أيضاً مجموعة من النقطة متصلة فيما بينها وهكذا حتى نقوم بإتمام هذه الدائرة إذن ماذا يمثل أحمد بالنسبة للدائرة؟ يمثل مركز الدائرة وماذا يمثل أصدقاء أحمد بالنسبة للدائرة؟ يمثلون مجموعة من النقطة متصلة فيما بينها وتبعد بنفس المسافة عن مركز الدائرة إذن ما هي الدائرة؟ الدائرة هي مجموعة من النقطة المتصلة فيما بينها وتبعد بنفس المسافة عن نقطة تابتة تسمى مركز الدائرة والمسافة الفاصلة بين كل نقطة تنتمي للدائرة ومركزها تسمى بالشعاع ونرمز له بـ R نسبة إلى اسمه باللغة الفرنسية والمسافة الفاصلة بين كل نقطتين تنتمي للدائرة وتمر من المركز تسمى هذه المسافة بالقطر نرمز له بـ D نسبة إلى اسمه باللغة الفرنسية إذا لدينا المسافة بين النقطة N والنقطة O تسمى قلنا الشعاع يعني هنا لدينا 2 سنتيمتر والمسافة أيضا بين المركز والنقطة الأخرى مثلا هنا نسميها S أيضا تساوي الشعاع يعني هنا لدينا R وهنا لدينا R ماذا يعني هنا؟ يعني أن الدي يساوي كم من مرة شعاع يساوي مرتين يعني يساوي R زائد R يساوي 2R الآن سوف نقوم بتلوين الجزء المحدد داخل الدائرة إذن بعد التلوين حصلنا على جزء ملون على سطح مستوي محدود أو محدد بدائرة ماذا يسمى هذا الجزء الملون؟ يسمى القرص إذن ما هو القرص؟ القرص هو جزء من سطح مستوي محدود بدائرة إذن هنا ما هي العلاقة بين القرص والدائرة؟ العلاقة بينهما هي أن الدائرة جزء من القرص تحيط به إذن لدينا النقطة X و Y و Z نحدد تموقع هذه النقطة بالنسبة للقرص والدائرة نبدأ بالنقطة X هل النقطة X تنتمي إلى الدائرة؟ إذن نلاحظ عين المجرد يتضح أن X لا تنتمي إلى الخط الذي يصل بين باقي النقطة كذلك مسافة OX هي أقل من الشعاع وبالتالي هي لا تنتمي إلى الدائرة لكن بالمقارنة فهي تنتمي إلى القرص الذي هو ذلك الجزء المحدود بالدائرة النقطة Y إذن نلاحظ هنا أنها تنتمي إلى الدائرة المسافة التي تبعد بها النقطة Y هي تساوي الشعاع إذن نقول أن Y تنتمي إلى الدائرة وبما أن الدائرة هي جزء من القرص فإن النقطة Y أيضا تنتمي إلى القرص النقطة Z كما نرى فهي خارج الدائرة وأيضا خارج القرص حتى المسافة التي تبعد بها عن النقطة O هي لا تساوي الشعاع وبذلك نقول أن النقطة Z لا تنتمي إلى الدائرة ولا تنتمي إلى القرص أيضا نمر للوضعية الثانية والتي سوف نتعرف من خلالها خاصيات الكرة وعلاقتها بالدائرة والقرص ألاحظ الأشكال الهندسية التالية وأحدد طبيعة كل شكل هندسي إذن الشكل الأول هو عبارة عن دائرة والشكل الثاني هو عبارة عن قرص كيف نميز بين الدائرة والقرص؟ إذن كما نرى أن الدائرة تكون فارغة من الوسط والقرص يكون ممتلئ من الوسط وكلاهما شكل هندسي مسطح أو مستوي الشكل الهندسي الثالث هو عبارة عن كرة والكرة هنا نوعين إذا كانت الكرة ممتلئة من الداخل تسمى لابول وإذا كانت الكرة فارغة من الداخل نسميها لسفاخ الكرة هي مجسم تأخذ حيس في الفضاء ليست لها رؤوس وليست لها حروف كما أن ليس لها وجه مسطح بل لها وجه منحني هو الذي يسمح لها بالتضحرج الكرة إذا كانت فارغة في الوسط وقمنا بتقسيمها عند المنتصف سوف نحصل على نصف كرة النصف الكرة يمكن أن أمتلها بهذا الشكل إذا كانت مملوئة من الداخل سوف نحصل على قاعدة على شكل قرص أما إذا كانت الكرة فارغة من الداخل سوف نحصل على نصف كرة قاعدتها على شكل دائرة نفترض أننا أخذنا هذه النصف الكرة وقمنا بقطع الجزء العلوي منها إذا كانت الكرة ممتلئة سوف نحصل على قرص على الشكل التالي وإذا كانت الكرة فارغة سوف نحصل على دائرة وبالتالي فإن كل مقطع مستوي من هذه الكرة يحدد لنا إما قرص أو دائرة فتصبح هذه الكرة وكأنها مجموعة من الدوائر أو الأقراص واحدة فوق الأخرى لها نفس المركز وتختلف في الشعاع فنجد مثلا هنا شعاع هذه الدائرة أو هذا القرص هو 2 سنتيمتر وهذه الدائرة قياسها 5 سنتيمتر يبدأ الشعاع في التزايد كلما انتقلنا نحو منتصف الكرة ويبدأ بالتناقص كلما انتقلنا نحو الأسفل أو انتقلنا نحو الأعلى وكخلاصة الكرة مجسم ليس له وجه مسطح لها وجه منحني يسمح لها بالتدحرج ليس لها أحرف وليس لها رؤوس والعلاقة التي تربط الكرة بالدائرة والقرص في كون كل مقطع مستوي للكرة يحدد دائرة إذا كانت الكرة فارغة من الوسط ويحدد قرص إذا كانت الكرة مملوئة من الوسط فتصبح الكرة وكأنها مجموعة من الدوائر أو الأقراص واحدة فوق الأخرى لها نفس المركز وتختلف في الشعاع يتزايد شعاعها كلما انتقلنا إلى المنتصف ويبدأ في التناقص كلما انتقلنا نحو الأعلى أو نحو الأسفل نمر إلى الوضعية الثالثة والتي سوف نتعرف فيها مراحل إنشاء دائرة أو قرص بمعرفة الشعاع أنشئ دائرة مركزها أو وشعاعها 8 سنتيمتر إذن كمراحل إنشاء دائرة أول شيء سوف نقوم بتحديد المركز ثم نأخذ قياس 8 سنتيمتر ثم قطعة قياسها 8 سنتيمتر بدءا من النقطة O إلى حدود 8 سنتيمتر نأخذ البركار ونفتحها على قياس الشعاع الذي هو 8 سنتيمتر في هذه القطعة لدينا هنا إذن نضع الإبرة فوق المركز أو النقطة O ونمسك البركار من الأعلى ونبدأ بالرص سأضطر لإمساك البركار من هذا الجانب تفاديا لانزلاق الإبرة من على الصبورة نبدأ هنا بالإنشاء إذن نركز على المتعلمين بإمساك البركار من الأعلى وبذلك نكون قد أنشأنا دائرة مركزها O وشعاعها 8 سنتيمتر إذن نأتي معكم إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته